بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا ساعد جدا أن أنا هنا في متغمر ودي مش مرة الأولى ده المرة تقريبا التالتة أو الرابعة واختارنا عنوان في منتغى الأهمية Retarding Progression of Chronic Kidney Disease وأهمية هذا الموضوع بتتأثى أن أنا لو قدرت أقلل معدل تدهور وزائف الكلا يبقى أنا عملت عمل عظيم لأنه Chronic Kidney Disease بتعريفه هو Progression of Disease في البداية طبعا ندهب نشاط تعليم طب مستمر بالتعاون مع ربطة أطباء الكلا في الدهلية والجمعية المصرية لأمراض الكلا والحاجة الثانية المهمة كنا هنا في آخر مرة جينا فيها كانت 7 أكتوبر فدايما بأس وعداء المرة دي قبل ما أبدأ المحاضرة طبعا أنا عاجز عن شكر أستاذ الفضل لتور سامير صلي طبعا طور سامير هو أستاذي وماي سينيور وبنتعلم منه كتير جدا حب العطاء والروح الجميلة والنهاردة هيقوم بعد المحاضرة دي دي مرور على المرضى اللي محتاجين من ناس على قدر كبير جدا من الخبرة وأعتقد تور سامير هو أهل هذه الخبرة فطبعا مشكرك تور سامير انت معنا النهاردة وإن شاء الله المحاضرة ديت كل شوية أنا أحد الأطباء الزميلة هنا بيقول ان متابع تطور المحاضرة عبر كل سنة وكل ست شهور بعمل أبديت للموضوع ده لما فيه من حاجة مهمة جدا أنا هتلاقوا ستسلة من المحاضرات تحت نفس العنوان كوراني كيدني ديزيز هاورتارد البروجيشن فاكتورز فور بروجيشن فخلينا نتكلم يعني إيه كوراني كيدني ديزيز أنا طبعا علشان المحاضرة مسجلة فمش هطول معاكم في المقدمة أو كلام ده لكن لابد نعرف دي يعني إيه ديفنيشن الديفنيشن كورانيك معناها كورانيك ومعناها بروجريسيف لكن لها إقاع إقاع بطيء عن الأكوت بين الفيلير وإيه الفرق بينها بين الأكوت والكورانيك طيب ما احنا عاوزين أرقام لأنه بطيء وسريع وكلام ده فتم التعارف من أول 2012 كيديجو ديفنيشن هو حالة من نقص الاستيميط الجي إف آر وميقول استيميط الجي إف آر يعني معادلة بنحسب منها الجي إف آر والمعادلة دي يتعند لنا معادلات كتيرة جدا جدا الكيديجو 2012 قاله المعادلة المعتمدة هي السيكي دي إبيديميولوجي إكويشن مساعد بنجيبها في التقييم يبقى السيكي دي إبيديميولوجي إكويشن لأن في معادلة تانية برضو معتبرة جدا اسماه سيكي دي إبيديميولوجي إم دي أر دي إكويشن اشمعنا دا وده لو استخدمت الإم دي أر دي الإم دي أر دي تستيد في ناس كورانيك كيدني ديزيز فمناسبة للناس الجي إف آر بطعم قليل لكن الإبيديميولوجي إكويشن وما تبقاش دقيقة فوق الستين عشان كده لو طلع فوق الستين بقول أكتر من ستين لو بيستخدم الإم دي أر دي إكويشن الإبيديميولوجي إكويشن مور بريسايز فوق الستين خلينا نرجع لتعريف الكورانيك كيدني ديزيز يبقى باستخدم المعادلة والمعادلة تفقنا اسمها إبيديميولوجي إكويشن لو أنتوا ضغطوا على الموبايل وكتبتوا CKD ABI إكويشن هتلقى لطيفة جدا كليك كليك وتحط كتير ياتينين تطلع لك الرقم بتاع الجي إف آر لو الجي إف آر تحت الستين ميلي بر منت تحت كم؟ ستين ميلي بر منت لمدة أكتر من ثلاث شهور لأن فرضو مثلا أنا اتعرضت خد ده ولا أي حاجة حصل ضروب في كيدني فونشن الجي إف آر نزل شوية وبعد يومي والأتنين هتلقى الجي إف آر رقم لطبيعته تاني ما قدرش أقول لي يا سيكي دي لازم يمر ثلاث شهور على استمدى الجي إف آر تحت الستين ده واحد طب بفروض الجي إف آر فوق الستين سبعين ثمانين لكن عندي برزيستنت قلب منوري وتحت كلمة برزيستنت لازم نحط إيه خمسين خط لأنه مش معنى أن أنا أكتور سامير مرة أيما كنت أنا نايب عمل تجربة رائدة جدا في المدارس الأهلية ابتدائي كنا بيمر هو على المدارس وبياخد شيء تقريبا جمع عشر تلاف تلميذ من ضمن مثلا مدارسة بلدنا ما روحنا بلدنا في مدارس فرعية بتيجي العيال بيجوا ماشيين على رجليهم بتيجي تعملي يقول أن الألاليسس تلقي بعضهم عنده بروتونوريا أستعجل وقوله عنده خروني كدني نزيز لا كنا بنقوله رايح وتعلن اليوم التاني ما انتش عامل مجهود وبتاعه نجي نعيد التحليل بول الأنورمال يبقى ما بديش ختمة كروني كدني نزيل على برزيستنس برزيستنس لو جي إف آر تحت الستين لمدة أكتر متى هات شهور أو لو الجي إف آر فوق الستين لكن هناك برامترز وفي كدني دامج زي البرزيستنس البامنوريا أو الهيماتوريا بس لازم تقريب برزيستنس لأن معها شوية حرارة أو اكسرسيز ممكن يقفيه شوية أرب سيز ينزله في البول يبقى نتعاري في الكروني كدني ديزيست أبمان البروجرشن معناها إيه البروجرشن معناها أن يسوق تسوق الحالة من الستيج للستيج الأسوأ منها يعني واحد بقى اثنين اثنين بقى ثلاثة ثلاثة بقى أربعة أربعة بقى خمسة لأن أنا عندي 5 stages of chronic kidney disease 5 stages of chronic kidney disease مبنيين على نفس كمانا قلت يعني stage 1 و 2 الاستماتي GFR فوق الستين فلو ما عنديش البامنوريا برزيستنت البامنوريا ما قدرش أقول افرضوا عندي هيماتوريا أقدر أقول عملت ألتراساوند ولقيت في مشكلة مزمنة زي بوليستي كيدني أو عيان بكيلة واحدة أقدر أقول يبقى لازم يكون عندي برامة أرزق أخرى أستند إليها أو واحد عمل بايوبسي لأي سبب وطلع فيه histological chronicity يبقى ساعتها بدلو ختم chronic kidney disease من غير كده فوق الستين وذوت الكلام ده بقول عليه normal birth يبقى الأشخاص اللي فوق الستين لو normal البامنوريا ومعهمش حاجات من اللي أنا قلتها دي يبقى normal birth لكن لو فوق التسعين وفيه البامنوريا moderate أو severe وأنا مش حاعد أزود بقى في تعريفات البامنوريا يبقى ده بس لازم تبقى persistent يبقى stage 1 من تسعين لستين يبقى stage 2 بس لازم يبقى اللون أصفر أو برتقالي الألوان هنا في الخريطة دي مهمة جدا اللون الأخضر معانا نورمل الأصفر معانا مش نورمل والأحمر هو أغمأ حاجة هو أصوصيت بمشكلة كبيرة جدا طيب لو تحت الستين من ستين لتلاتين استيج 3 بس بتتقسم من ستج 3 لتلاتة ايه وتلاتة بي من ستين لخمسة واربعين ده تلاتة ايه من خمسة واربعين لتلاتين تلاتة بي من تلاتين لخمسة عشر استيج أربعة تحت الخمسة استيج فايف تحت الخمسة والعين غسل بقول استيج فايف دي خلاص يبقى ده البرجريشن هو السهم ده شوفه بانطلق منين لفين يعني إذا كنت أنا في المحطة دي وبقيت في المحطة دي بقى ده بروجريشن وهناك ريت بروجريشن الاسم الأكاديمي شوية اسمه تراجيكتوري تراجيكتوري يعني اتجاه أنا برمى حاجة من ايدي بتمشي ازاي هل بتمشي على طول ولا بتلف على ما توصل ولا ما بتلفش يبقى كل واحد له قاع واحد سريع واحد بطيء واحد أبطأ واحد أسرع فإحنا لو قدرنا في البروجريشن ده نريطارد البروجريشن نسيب وبروجريشن بس إن أسلور ريت يبقى ده النجاح اللي احنا عاوزين كل ما أخر عيان عن الغسيل احنا مفروض ان احنا مش عاوزين نوصل الغسيل المرضى اللي يوصل الغسيل هنعملهم دياليسيس أو هنعملهم ترانسبنتيشن اذا كان معاه دونر لكن ده مش النجاح الحقيقي للهيلتي كيروف نيفروليج النجاح الحقيقي ان امنع وصوله للغسيل والنجاح الأعظم النجاح الأعظم ايه ايه النجاح الأعظم ان نمنع القرآن الجزء من جزور فعشان كده في المحاضرة ديت أنا هركز على على هذه الأسباب لو جينا نشوف ايه الأحصائيات وكنا بتناقش مع عبدالطور رحمد البيالي وإحنا جايين في الطريق المفروض يبقى عندنا احصائيات وسجلات لكل حاجة والجامعة المصرية إن شاء الله في 3 يناير يعني الأسبوع الجمعة هيبقى فيه اجتماع موسع للدات رجيسري بقالة التورمية حساب الله حساب الله لتنسيق هذا الكلام لأن عندنا إحصائيات أقدر أتعام بصوا هنا الأمريكا على حسب الدات رجيسري المنشور السنة ده منشور السنة دي من أيام العيان اللي بخسل ايه ديابتس غلوميوفريتس سيستيك كيدني ديزيز وعلى رأسهم البوليسيستيك وأذر أنون الأذر أنون ممكن يلاقيها عندنا هنا وفي أماكن مختلفة يعني ممكن الناس بتاخد أدوية بدون داعي تدخلها في مشكلة بتعرض لإنفكشن في بعض الأماكن فيها ديكشن وغيره يبقى إذن فيه أسباب متنوعة ممكن تتحط تحت الأنون ما قول الضيابيتس والليدين كوز لإنفكش كيدني ديزيز ده معناها إن أنا إيه ده معناها إيه معناها إن هناك قصور في المنجم في ضيابيتك كيدني ديزيز بحيث العام بوصل للمحطة الأخيرة ومازال الضيابيتس والليدين كوز بقى محتاجين نحسن الأسباب دي هناخد هنمشي على لأن المحاضرة دي أساسا يعني يعني ريسك فاكتور هي حاجة بتخلي الشخص أكثر عرضة أنا بأتكلم هنا عن رينالفليار أو كورونيك كيدني ديزيز يبقى حاجات بتخلي الشخص أكثر عرضة لكورونيك كيدني ديزيز لكن مش بالضرورة لازم المعرض يحصل له يعني لما أقول التدخين بيزود كورونيك كيدني ديزيز هيقول لك طم أنا بدخن وما عندش حاجة مش بالضرورة هي نسبة وتناسب وأرقاب فإذا شلت التدخين هقلل القصة ولو بنسبة عند الريسك فاكتور زي بتتقسم إلى وده في كل الدزيز اللي نعرفها إلى ثلاثة ميجور كلاسيفيكيشن في موديفايابل ريسك فاكتور وبرشلي موديفايابل ريسك فاكتور وما حط إيدة عليهم حتى لو ما عندش دراسات كافية أعمل له موديفايكيش طب لو نان موديفايابل ريسك فاكتور أعرفه ليه أعرف ليه أنني موديفايابل ريسك فاكتور يعني لما نقول اللي نعرف ده ريسك فاكتور لكورونيك كيني ديزيز اللي نعرف يعني لو مولود وزنه أقل من الطبيعي ده أخيف عليه خيف عليه من الضيابيتس في الأدل تهد لكورونيك كيني ديزيز يبقى إذن اللي نعرف لدرجة أن بعض الأماكن في العالم يقول لك الشخص ده سجل وزنه عند الولادة تحت الوزن ما ينفعش يتبرع بكليته حتى لو كل حاجة تمام يبقى اللوبرث ويت ده هل أنا أقدر أدخل العيان البناء أدم في بطنهم وتاني عشان ينزل وزنه طبيعي لا لكن ده أحتاط له من الأزر ريسك فاكتور يبقى حتى لو ريسك فاكتور اللي هعرفه عشان يبقى عالمي لا ينفع لا أنا الشخص ده أسلط عليه الأضواء أكتر أدله طعوية أفضل أتعامل مع المضافية برسك فاكتور بأكثر سرامة يبقى اللوبرث ويت ده أول معلومة هيت ده رسك فاكتور يبقى أي حد يجي له ولد أو بنت الوزن لازم يتسجل وده أحد الحاجات الدفكتف لو سألنا الناس اللي فقاعة معايا هنا في متغمر حد كان عارف وزنه عند الولادة كام ولا أحد يبقى عارف لأن الكلام ده مش مسجل يبقى لازم نعتبر أن اللوبرث ويت ماهوش قاصر على لحظة الولادة ده تأثيره دائم هل يا طار ده بعمل في الأورجنز هل بعمل النفرون ماس هل ناس الديابيتيك البانكرياس بتأثر في نظرات كترة جدا لكن نحطها في حسبان كنت بدل محاضرة للتمريد مرة من المرات وبقول لهم خلي بالكم اللوبرث ويت إدارية ريسك فاكتور فور ديابيتيس فلعاوزيني أن على الديابيتيس الناس اللي جاء لوبرث ويت الأمهات ما تبقاش حنيينة قوي معهم في الأكل وتتدوم هاي كالوري دايت بعنف لأن ده هيبقى يجلوا أبسيتي في الأدوليزنز وديابيتي لتر أول فأحد التمريد قال لي ده أنا ابن الصغير فعلا لوبرث ويت وشاره جدا في الأكل قلت لحظري لأن ده ريسك أكتر للبيبتيس يبقى اللي برث ويت هنا مشكلة الحاجة التانية أحد برضو الأشياء الهيستوري أوف رينال ديزيز أنا كدكتور كيلة وأنا هنا في معقل كيلة ومسالك وساعدت المدير قال لي أننا هنا الغلبة للنيفرولوجي لازم دكتور الكيلة النايب يعرف الهيستوري بص هيستوري أوف رينال ديزيز حتى لو قيورد يعني هنا مثلا استضي على مليون وشوية بنا آدم مليون ونص بريزنس أوف تشايلدهود هيستوري أوف كيلة ديزيز يعني واحد كان نفراتي وخف جاله باينفرايس وخف كان فيه تي آي وتحسن ده بيظل أكتر ريسك فاكتور من اللي مجلوش خالص أنا ما بحس على ريسك فاكتور زينا بجمع نقاط علشان يشوف إمتى بطبق بحزم بالتعاون مع المضافية بريزك فاكتور فده درس مستفاد يبقى ما فيش حاسمها باخد شيت نيفرولوجي من غير ما اسأل على البسط هستوري أوفرين الدس أوردر حتى لو يوردي تماما هنجل تاني برضو لقصة الهستوري لازم اسأل على هستوري أوف أكوت كيدني إنجري وخاصة لو عيان جاله أكوترين الفيليار وعمل دياليس ده بيبقى حتى لو بطيور دي تماما لأنه دراسة على عدد كبير ودراسات أخرى دراسوا الفيوتشر ديفلوبمنت أوف روتونوريا لقوا الناس اللي يسجل لهم تاريخ أكوترين الفيليار أو أكوت كيدني إنجري حصل لهم لاترون كوروني كيدني ديزيز جزء منهم طبعا فده معناه إيه إن الشخص اللي قاله أكوت كيدني إنجري إن باست هستوري لازم حوطه كويس بالتعامل مع أزهر ريسك فاكتور لأنه خلاص الماضي دي خلاص يسجل وانتهى طيب هل كلام فيه كلام أكاديمي يؤكد هذا كلام أيوة أكاديمي ثبت إن الأكوت كيدني إنجري بتسيب بصمة بتسيب بصمة على الجيناتك تيست على حاجة يسميها إبجيناتك تشينجز هتقول لي إحنا ما لهم إبجيناتك تشينجز هنقول إن فيه خط كبير جدا في البحث العلمي بتتعطى للناس دولة عشان ما يخشوش في القرون الكيدنيزيز يبقى لابد نخلي بالنا وندي الهيستوري الكلام نيجي لنقطة تانية الإيج إحنا لسه قلين اللوبرثويت في الأطفال والهيستوري في الأطفال ده بيزود ريسك أوف سيكي طيب السن هل الكلة بتهرم زي ما الواحد يكبر في السن شعره بيض وضهره ينحنى هل الكلة بيحصل عليها شيخوخة أحد السنين اللي فاتت عمله يوم الكلة العامة العالمي على شيخوخة الكلة أيوة مع تقدم السن زي ما العضلات بتكش الكلة بيحصل فيها مشاكل بصوا هنا للأرقام دي هنا 20% ل25% نقص في الماس مع السن من 30 إلى 8 سنة من قرن واحد سنه 30 سنة بقى 8 سنة وهلثي تماما ما عندهش مشاكل صحية غير إنه وصل لـ 20 سنة هتلاقي الكلة نزلت 25% في الوزن في الماس في الويت 10% لكل 10 سنين نقص في وزن الكلة بعد الـ 40 طول الكلة يقص بنصف سنتي فوق الـ 40 لكل 10 سنين يبقى لو بدأ طول الكلة 11 سنتي ممكن ألقى في السن الكبير شوفه بعد الـ 40 كل 10 سنين نصف سنتي نقص في طول الكلة يبقى إذن فعلا النسيج الكلة PL طيب وهستتبعه تغير في وظيفة الكلة الفونكشن بنقصها إزاي عن الـ glomerular function glomerular line بنقص glomerular filtration rate و المور smart في الـ function بتاع الكلة وظائف الـ glomerular أو الوظائف الـ tubules إيه المور smart الـ tubular function أنا الـ GFR 180 لتر بترشح في اليوم بنعتبر أن جهاز الترشيح اللي موجود في كبايبات الكلة ده مصفق لكن أنا يبي الكلة إذا كان زل 188 لتر مية في اليوم الجي FR ده عبر عن بلازمة مينس بروتين يعني مية فيها فيها حاجات كتيرة قوي بينزل إيه في الآخر من نص لتر في اليوم يبقى إذا بقيت متص هل الكلة بتمتص المية باللي فيها كلها لا الجلوكوز لو الواحد مش ضعفتك 100% بمتص الكريتينين بيبقى سيكريتين يبقى إذا في الـ الـ هتفاجئ هنا أن هنأخد وظيفة واحدة في الكلة اللي هو قدرة الكلة على الـ المعلومة دي المعرف أن الراجل الكبير أو الست الكبيرة في السن وظيفة الـ 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 قال له أنا ده فايدة ايه بالنسبة لي أقولك فايدة ايه الـ الـ معناها أن قدرة الكيلة على تركيز بول قلت معناها الشخص المفروض لو الـ عندي شغال كويس لما بقى في الصحر ما اشرب مية أنزل أقل كمية بول ممكن يعني حوالي 400 مليلي لتر يعني كوب بيتين مية لكن أنا لو كبير في السن لا أنزل أكتر من كده لأن الـ فده يبقى الشخص أكثر عرضة للدهيدراتي والأكيوتون طوب في كوروني يبقى لازم محطات في الفلود بلانس أن الشخص الكبير في السن معرض أكتر للدهيدراتي والـ الـ فهي الـ أنا أمشرب مية الكلة تنزل البول أنا كبير في السن الوظيفة دي مختلة شوية يقوم يحصل إيه لو ما تنبهتش للكلام ده في المستشفيات وديته فلود أكتر من لزوم يخش بالمير إيديما لأنه تنزل الماء فهذا الماء سيحصل على تنشن فيخش في فوتر انتوكسيكيش لو عرفت المعلومتين دول هبقى حذر جدا في الفلود بلانس مع الناس الجيرياتري إيش الـ سواء بالزيادة أو بالنقصان مش هيتحمل لدولة ده بالمقارنة بالسن الأزر شوية وفيه كلام هو فيه كلمة بقى هنا يعني شوية فلسفة هل إحنا قلنا في الأول كوروني كيدني بزيز معناها الاسميش جيف فار تحت كام تحت كام ستين هل الراجل اللي سنه تمين سنة زي الشاب اللي سنه واربعين سنة يستويان هنا ستين وهنا ستين فالكلام الوقت المناقشات بس لسه ما تغيرش الجايدلاين واعتقد تتغير لما يجي ويراجعوا الجايدلاين زي قال لك انه ده ظالمة ستين ملي برمانة ظالمة للسن الكبير والسن الصغير لو طبقتها على السن الكبير يبدأ ويمكن المناسب للناس اللي فوق الـ 75 سنة ان ننزل بالقطب تحت الـ 45 ماشي يبقى ممكن الناس اللي فوق الـ اللي فوق الـ 75 اللي فوق الـ 75 يناسبهم الـ 45 ماشي طيب الناس الصغير اللي 40 سنة ممكن الـ 60 برضو تبقى ظالمة فيبقى الأكثر مناسبة القطب يعلى شوية يبقى 75 يبقى ده كلام لكن لغاية الوقت ما غيروش ما غيروش ما غيروش الـ وإحتمال تتغير قريبا إن شاء الله نيجي بقى للستات والرجال وإحنا هنا ما شاء الله الأغلبية في كل مكان الوقت الأغلبية كنا مدرس في موديول في كلية صيدانة رجل ميديسن كانوا أربع رجال ومن الـ 22 بقيتهم ستات فالقران الـ أكثر في رجال أو الستات القران الـ إحصائيات عالمية أكثر في الستات القران الـ إحصائيات هل هناك بسبب الأغلبية أكثر في الستات الله أعلم هل هل المشاكل الأغلبية يأخذوا أدوية أو يتحرقوا من موضوع معينة الله أعلم لكن ما ثبت وهذا شيئا جيد نيوز بقى الـ نيوز أن الـ أكثر في الستات لكن جيد نيوز أن الـ أسوأ في الرجال عشان إيه؟ عشان يحظوكوا حالا الـ موضوع من كروني كدني ديزيز اللي هو السيش 3 أربعة أكثر في الستات لكن الـ الـ أكثر في الرجال يبقى الـ أسوأ في مين في الرجال هل ده بسبب الميل سيكسي هرمون أم سيكسي هرمون الأستروجين والمناخ بتاع الميل ربنا عمل لها ميكانيزم مفيد أجنس الأكسي في فهي حقق كتير قوي لدرج أن يدرسوا الكلام ده ويمكن يترجم لدرج تقالل القصة هل في ستادس جديدة في يناير الشهر عدد المجلة لأمريكا الجنوية الدنيا ورّت نفس الكلام أن الـ أكثر في الرجال عن الستات وخاصة الرجال اللي عندهم بروتونوريا اللي عنده بروتونوريا بكل مزاجة بروتونوريا كل مكان الـ شوفوا عيلا تهيط عن الواحد معناها أنه زاد معدل حدوث الـ يبقى إذن الكلام ده كلام مهم جدا وحاجة تانية البلس بريشر البلس بريشر ده تاست البلس بريشر بيعمله ازاي البلس بريشر ايه تعريف البلس بريشر بقس السيستولو دي السيستولو بريشر واشوف الفرق بينه كل ما زاد السيستولو بريشر في الرجالة يعتبر ريسك فاكتور لكوروني كيني دي بريشر فانا ممكن كلينيكل الشخص اللي عنده باوني البلس وعنده هايبر دي سيركوليشن وعنده السيستول مثلا 140 والدي ستول 60 الشخص ده بقى خايف عليه ويعتبر ريسك فاكتور لبريشر وده ثابت انه في الرجالة لينكت عملوا اعتمدت على الجين والترانسكريبت بتاع الجين لقوا ان الفيميل راتس الفران اللي هي الفيميل والميل في فرق في الجينات والإفرازات بتاعتهم مع الفيبروزيس فإبقى إذن القصة لها أساس أكاديميش هلين البعض ريسك فاكتور بقى الفاكتور اللي فاكت دي كانت الاج واللوبرث ويت والجندر وكل حاجة مش في إيدينا مش ممسوك لكن ما تضاف على موضيفيابل ريسك فاكتور بقى قيمتها موجود هنيجي الأول موضيفيابل أو برشا لموضيفيابل ريسك فاكتور نتكلم عليه اللي هو الهايبرتنشن هل الهايبرتنشن بيزود كوراني كدن ديزيز اللي جابيس لأن الهايبرتنشن مش مجرد مش مجرد أرقام سيستوليك وده السوق بلود بريشر ده في إزا ما نشاهدين في الشريحة دي فيه كونسيكوانس كتيرة جدا ممكن تبقى أخصة في ستريس انفلاميشن رأس سيستم وهذا الكلام كله بينصب أن يعمل لي مشكلة كوراني كدن ديزيز يبقى ما بعرف هذا الكلام يبقى عاوزين البلود بريشر يبقى كنترول حتى اللي مصاب الهايبرتنشن الضغط شخصة الهايبرتنشن يعاوز الضغط 130-80 يبقى تارجل بلود بريشر للهايبرتنشن بلود بريشر لغاية ما يوصل إلى 130-80 طب لو أنا في أكلم في كوراني كدني ديزيز ايه بس انت هايبرتنشن دراجز بس انت هايبرتنشن دراجز وخاصة في وجود بروتينوريا هم الاس انهيبتور انجوتنسين نظام انهيبتور او الانجوتنسين ريسبتور بلوكر وهنا مثلا هتلاقوا الاوروبيان جايد لاينز آخر جايد لاينز يقول لك استخدم دول ثيرابي من البداية لكن حتى لو ما استخدمك دول ثيرابي من البداية هغلب الاس انهيبتور او الاربز هبدأ واحد فيهم وبعد اد اون هنا من الاول يقول لك استخدم اس او ارب مع كلسام شام بلوكر او ديوريتيك وبعدين بعد كده اضيف الثالث من استخدم اس زائد مثلا ديوريتيك استخدم كلسام شام بلوكر اس وكلسام شام يبقى التالة ديوريتيك وبعدين الرابع لو اضيف منور زائد ميوروك زي الاسبرون لابتور يبقى ده او تريتمن انكوروني كدني يبقى تقريب بلوات برشير 130-80 هذا تقريب بلوات برشير احنا مش عاوزين ارقام قليلة لان لو نزالت مال برشير قوي ده ممكن يبقى ريزك وخاصة في الناس اللي فيها مال نوتريشن ودى اصطادي منشورة بردو الشهر ده ان المال نوتريشن مع لوب سيستوليك برشير متزود مشاكل ذلك كرونيك كيني ديسيس مش عاوز انه تقريب بلوات برشير ده وخاصة لو فيه مال نوتريشن لكن عاوز 130-80 بدي أولوية للأس أو الأرب إلا إذا كان فيه إنتولرانس أو كونترينيكاتيد أو كومبليكاتيد بيال الخطوة اللي بعدها بيعمل كومبينيشن أنا عندي إس أو أرب وديوريتيك وكالسامشان بلوكر التالتة تبالعب فيهم في الأول خدتهم التالتة لبعض يبقى رابع لائن هو المنرار كورتوري سيبتر بلوكر والمتاح منه الاسبراليكتون الوقت فيه جنريشنز من المنرار كورتوري سيبتر انتاجونيس يمكن نتيجة سيارتها في جزء من المحاضرة بقت الوقت فيه تقدم في القصة ديت عشان تقالل المعلومة دي سهلة ووضحة تبقى داموضي فاية برسك فاكتور بلوت برشرا مئة ستين مئة لأنا عاوز مئة تتلاتين تمانية هاوصل له مئة تتلاتين تمانية فادي ممكن أدلوا وقت موصل لهذا الكلام لأن حتى الأدوات ديت ما بتجيبش المكسومي الفاكتو وزين دي ده بتقعد لها من أسبوع لأسبوعين على ما يجيب المكسومي الفاكتو لكن التارجت بتاعي في الآخر هي بقى قد أدلوا في داي مئة وتلاتين تمانية ماشي؟ يبقى ده ما يخص البيتا بلوكر زي ما نشايفين كده ما بتخشش في الفرست لينوف دراجز في المانيشمت فايبر تنشن سواء في الجنرال او في السيكي دي إلا إذا العيان كان هارتفليار بتاخد لها طبعا مقدمة أو اسكمي كار ديزيز أو تيروتوكسيك لأن في سورة كسكوزيس أنا عاوز أعمل بيتا بلوك لو ما فيش الانديكيشن دي اسمها كومبيلين انديكيشن همشي في الألغوريزم كما نحن ماشيين كده الأوروبين ستايل بيفضل من الأول كومبينيشن بل أستخدم دواين في قرص واحد ماشي؟ الضياباتيك يبقى أنا خلصت كده الهايبر تنشن الهايبر تنشن كان ممكن يتكلم فيه اسبوع نخش على الضياباتيس الضياباتيس بما إنه يبقى يستوجب مننا حفظ كبير جدا ونفهمه ونتحرك فيه ونبقى عارفين بعض الكلام فيه هتلاقوا دي بعض المحاضرات للمسجلة لكن تعالوا عاوز أوصل بعض المسجزيس أنا عندي فلازم أتعاون مع أخرى بتاع العيون يجيبوس يقول لي فيه رتنوباثي ولا لا انت عام بتكلم في البروجريشن أو في سيكي دي إعلاخته بالبروجريشن أو في سيكي دي هتشوفوا الآن وجود ننبروليفتف دياباتيك رتنوباثي بدود الرسكو ببروجريشن ثلاثة فولد عن اللي معندوش طب لو فيه بروليفتف دياباتيك رتنوباثي الريتو بروغريشن أو في سيكي دي ستتاشر فولد يبقى أنا مفحص بالفندس ولقى فيه بروليفتف نيفروباثي رتنوباثي ده الشخص ده لابد اتعامل مع الأخرى ريسك فاكتورس لأن الريتو بروغريشن فيه عالي جدا يبقى هنا قائمة الانتجريتف رول ان افلواشن مش هاسمها أنا اللي بعرف بس لازم كل التخصصات بتخدم على العيان النقطة الثانية الأدوية أدوية السكر كلها مفيدة للكلة بدراغات متفوتى معنا الصالفناليوريق ما سابتش أن الصالفنيوريق بتقلل البروتناوليا بعائت الأدوية مم Peninsula لكن عام 2019 شاهد ميلاد المجموعة ديها بقوة في الكلا من قبل كلى موجودة لكن أول استاظ데 اتنشرت في يونيا 2019 طبعا الاستاظدي دي ياسمها كريدين استرائل وكان يتكلم على كنا جلفل stunt بأحد مجموعة سودوم وهنا كان فثبت أن استخدام الدواء ده هنا طبعا استاضي في 2000 عيام في كل أرم ثبت أنه مفيد للكلة وبيقلل البروجريشن هذا أول استاضي من نوحه بعد الاس انهيبتر والأرمز تتعمل في الديابيتك وتثبت أن فيه دواء بيأثر في الرينا البروجريشن وكان في الرينا الويكل اللي اتعمل في أمريكا في نوفمبر الماضي أبستركس كيرة من ضمنها الكلام على يعني هنا مثلا متى اناليسيس لـ 14 دراسة 25 ألف عيان استخدام الغليب 1 ريسيبتر أجونيس زي ليراغلوتايد ودراغلوتايد والكلام ده طبعا مشكلتها النحوءا فيها منها السيماغلوتايد دي مجموعة محترمة جدا لها أنتينفرماتري إفكت وكلام زي كده ولها بعض الرينا البروتكشن قد أتنويت the incidence of new albominoria and the renal composite out Tb4 inhibitors could only prevent the incidence of new albominoria and regress albominoria كل الكلام ده كلام كويس لكن ماش قوي قوي لكن مجموعة السوجة مجلوخوسكو وترانسيباتو 2 inhibitors أللت كل مشاكل الكلام فأصبح لو أن الجيف فقر فوق الثلاثين لأنه ما قدر شدها تحت الثلاثين أصبحت من المجموعات القوية جدا اللي ممكن تقلل لدرجة أن المجلة دي في عدد ديسمبر 2019 العدد الجاري حطته على الغلاف فالطب بناء خش في مجموعة جديدة وحاليا يوم في الشهر ده ده ديسمبر 2019 ها هو الكيديجو نزلوا جايدلاينز جديدة أنتم لو دخلتم على جوجل الوقت كتابتم كيديجو جايدلاينز درافت فور ضياباتي كينيليزيز هتلاقوا الإصدار ده في 187 صفحة والإيس إن عملت ويبنار في أول الشهر ده احنا شاهدناه يلخصوا الكلام ده فأحد الكلام المهم اللي أنا عاوزه يتحفر في الأزهان لكل الناس المنجممت ضياباتي كينيليزيز لا يتحفر تحفر هيبرجليسيميا يجب أن تكون هوليستيك يعني إيه هوليستيك يا ديكتورة عشان أنت صح صحي معايا شوي هوليستيك معناها إن أنا علاج كامل بأنظر البناء آدم كجسم كامل يعني عاوزه جليسيمي ده واحد وهنا أشوفه حطه إيه إنكلودين سودام جلوكوسكو ترانسورة نهيبت والبدأ يبقى له مكان بروفايد ذات الجيف أرفو التلاتين الراس بلوكيد ما فيش حاسمها ضياباتي كينيليزيز أركز على الكلام ده وأسيب الراس بلوكيد بروفايد كونترول وأهمية الراس بلوكيد حطوه في أيتم الليبيد منيجمينت تور سامير كان له محاضرة في ديسليبيديميا ما سيبش العيان الـ L-D-L في السماء وضعباتي كينيليزيز وأنا وعبصوط لا الليبيد منيجمي موديفكيشن 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 لكن الشركات ما بتعملوش ضجة لإنه ماهوش مربح لها لكننا لازم نغير من سلوكنا في بعض الأشياء سواء في الرياضة والآكل والكلام الـ Smoking cessation الـ Nutrition therapy إيه لأكله إلا ماكلوش الـ Aspirin for prevention يبقى إذاً ده نظرة شمولية للمنجمية وضيابيتي كينيليزيز وهنا مثلا هنا patients with diabetes and CKD should be treated with comprehensive strategy اللي بقول عليها holistic نظرة شمولية to reduce the risk of kidney disease progression اللي هو في صلب محضرة اليوم والrecommendation system عشان ما ننساش وي ركومنت طبعا مشانا اللي ركومنت الـ Guidelines اللي ركومنت that treatment with angiotensine converting enzyme inhibitor or إحنا من نجمعهم شواء بعض يبقى ده أو ده angiotensine to receptor blocker be initiated in patients with diabetes hypertension and albuminuria and this these medications should be titrated to the highest approved those that is well tolerated وده one معناها recommendation وبي معناها the evidence معقول جدا واتلاقوا في بقية recommendation هنا طب لو عندنا مش ضغطه عالي وعنده albuminuria قدر استخدمه ولا اتلاقوا تفاصيل موجودة في الدرافت المنشروع تعالوا ادوني بس خدوا نفس كده خدوا نفس معي وطلعوه الناس مش عاوزة حتى تاخد نفس طيب الوقت الاس inhibitors من الحاجات اللي فاها بيتفولز أو بريسكريبشن الاس inhibitors أو الارب فيه اولا وجدوا حتى في امريكا فيه تراخ من الاطباء في البرسكريبشن وفيه تصرع في توقفه فانا بقدم لكم ده من الجايد لانز الجديدة واللي انا موفق عليها تماما بنعمل ايه اذا بدأت اس الخطوة اللي بيتيجي بعد كده منوتور سيرام كرياتين الانبوتاسيام وده يعتبر كمان انا كنت الاول بقول اسبوع افرض انت مش قدر تجيب العيام بعد اسبوع خلال اسبوعين تشيك على الكرياتين والبوتاسيام العيام فضل نور مكالمك البوتاسيام مزادش لان ده المست امبورتن سيد الفيكت اللي بنتخاف وما حصلش زيادة في الكرياتين او الزيادة اقل من 30% ده هنا بقول لك انت ممكن تزود الدوز بس تكونتيني الفلو اب تاني يبقى لو انا هنا في الكاتيجور ده هحافظ على الاس انهيبتور او الاربس كاللين محترم جدا لو حصل هايبر كاليميا يقول لك مستعجلش تقول وقف الدواء توقفه يبقى العيان استفاد من هذا الكلام يبقى لو بوتاسيوم دايت وصوديوم بايكربونات وممكن يستخدم ريزونيوم او كلام زي كده بحيث تمكن العيان من استخدام لاين محترم نظرا للفواد العظيم اللي بحققها لا في زيادة في الكرياتينين اكتر من 30% كنا بنوقف على طول لك لا دور هل في سبب يفسر ولا لا لو ملقيت شي ريديووس او سطوب الدوز وحتى كمان كنا بنقول سطوب هنا بقولك ريديووس و تري مونتور البشين تاني كل الكلام دا ليه لأهمية هذا الان يبقى أنا الوقت باركت تاني على كلام انتو عارفينه الاس انهيبتور او الاربس دا line of defense الاربس 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 والسليد دي جميلة جدا دي تساوي مليون جنيه ليه أنا عندي اثنين ما بحصل تحالف ما بينهم أنا عندي كلا مصر للطيران تحالف star alliance تحالف الجوي صح هنا التحالف هنا الجوي المميد بقى تحالف ضيابة الاربس مع الكاردو الاربس 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 يحب بعض ومتواجدين مع بعض والاتنين بموتوا البناء ده يبس مديد الاربس التحالف القاتل المانجمين is holistic يعني بعالي كل risk factors عاوز اضبط الهايبر جليسيميا عاوز اضبط الهايبر تنشن عاوز اضبط الاسليبيديميا والother risk factors هنجي نهو هتلاقوا الخط المقفول ده معناه ايه الخط الصولد معناها solid level of evidence يبقى ده evidence based recommendation والخط المنقط معناها evidence ضعيف فتعالوا ناخد الخط الصولد في كل الهايبر جليسيميا هتلاقوا الخط صولد على DQD والكاردو يزيز يبقى ده الهايبر بس لازم GFR يبقى فقوة 30 عشان قدر تدير زي المتفور من بردو لازم فقوة 30 عشان قدر تدير لكن هنا line of evidence قوي مفيد الDB4 ممكن يبقى الفايدة ضعيفة إذا كان في فايدة لأنه منقط هنا هو لما نجي لأدوية الضغط هتلاقوا الS inhibitors أو الARB solid line على الاثنين مفيد للاثنين وهتلاقوا المنطرة كورتخود ريسيبتور بلوكرز بس بشارطة تابعة البوتاسيا مفيد لاثنين هنعمل بس ميوت للناس ف يبقى الS inhibitor مناغ كورتخود ريسيبتور أنتاجونيس الرنين انهيبتور هنا عديك دي بس هتلاقوا هنا الاستاتين الاستاتين لعلاج الكوليسترول الصوليد line جاي لمين لكن فيه line للكدني لا لأن الكلام ده ما سابتش ان الستاتين مفيدة للكلة لكن عيان الكلة لازم اخذ استاتين ايوة يعلق على كلام ده في الآخر ايوة ليه علشان احميه من الكارد فس مرتاليتي فبدلوا مش عشان الكيدمي عشان الهارت فعشان كده قوي على الكارد فس س س يعني ده احد الكي في المحاضرة اهم لقطة اقلها لكم قبل ما سيب الضيابيتس انا انا اعاوز اعمل كوروني كيدني ازيز اعمل ايه انا خايف الضيابيتس ده المست كومن كوز لكوروني كيدني ازيز انا اعمل كوروني كيدني اعمل ايه أمنع الضيابيتس أو أتعامل معها إيرلي عشان كده أنا بنصح الجميع أنه يخش على الصفحة تاع الأمريكا في الريسك فاكتورز فور ضيابيتس لأنه هيقعد يقول لك أنت زنك كم سنة رجل ولا ست بتدخل ولا تدخلش تاخد علا للضغط مش عارف ليه تنقط نقط نقط في الآخر يقول لك أنت التوتر سكور بتاعك كذا متوقع أن أنت تخش في مشكلة كذا وعلاجك كذا هذا ما ده بيقصد هذا البريفنش ده بوابط البريفنش لو قدرنا نمنع هذا الكلام يبقى شيء كويس جدا أحد الاستراتيجز لمنع الضيابيتس أننا البروبر ضيات والكالوريز وأن الستات يبقى أكتر من سنة ده بيحسن الجات ميكروبيوم للبي ويمنع الضيابيتس لترون البيبي في أول ستشهر ما يبدأش يشرب لبن بقري لأن اللبن بقري ممكن يعمله اميون ضيابيتس هنخلي بالنا من بعض الحاجات اللي ممكن تتعامل الانتربيويتكس في الإيرلي لايف بتزوي ريسك في ديابيتس لترون كل الكلام ده لو ما نعطي الضيابيتس همنا عن الكوروني كيدني ديزيز ومن ثم نخش في محطة تانية مين فينا من ديكاترة كلا اللي موجودين هنا دول معنا بيبص على البيبي كربونيت في عيانين الكوروني كيدني ديزيز مش عيان الغسيل عيان السيكي دي اللي جاي المستشفى يتابع في العيادة احنا المفروض نبدأ نبص ولو مرة كده ولو مرة نشيك على البلاط جازز فينس بيكارب عندنا جاز غازات هنا يا بشا مش كده بدأ ما عندنا جاز غازات هنا كل العيانين بتوهم كوروني كيدني ديزيز هل فيه جايد لينز بكلام ده مفيش لكن لقطة كده على البيبي كربونيت ليه لو لقيت البيبي كربونيت لو احطها من لانه لانه اللو بيكربونيت معناها ان الكيدني بتعافر جدا وبطلع امونيا كتير وفي الاخر فشلت تضبط الامونيا الزيادة والاسيدوز اللي موجود احد مشاكله بيزود الريت وبروغرشن فانا زيما بزبط الضغط والسكر ازبط الاسيدوز انا عاوز البيكارب بتاعي بقى كام في احفاظه مني الكلمة دي سويت سبوت يعني ايه سويت سبوت يعني ايه سويت سبوت النقطة الجميلة المضيئة يعني التارجت السيف تارجت السيف تارجت للبيكربونيت من 24 الستة وعشرين ليه؟ انا مش حاوز البيكربونيت يبقى على الالكالوزيز يعني 22 بس معناها الكدني هتعافر وتعمل تزود الامونيا تزود الامونيا في الكلة بيزود الكدني لانه بيعمل في كل البثو الفيسيولوجي اللي موجود انا مش حاوز 22 انا عاوز 23 24 تمام؟ لماذا مش عاوز 30 لان الالكالوزيز بيزود الكالسيفيكشن المشاكل يبقى الاسيدوزيز ضار والالكالوريز ضار يبقى النقطة الاسيدوزيز اللي واسمه sweet spot 24 26 وساعات بنحطها برضو سؤال MSGU في الامتحانات كأبديت نوليدج ممكن ما تبقاش مفيدة في الوقت بس الله أعلم في المستبل هيبقى فيه ايه في أدوية الوقت طلعوها جديدة لان احنا مشكلة السودان بايكربونيت ايه ايه مشكلة السودان بايكربونيت النفاع سوديوم صح يقولك السودان بايكربونيت ما بزودش الضغط ما بزودش مشاكل الهارت ده إذا الشخص كان ملتزم بvery low sodium chloride ومن اللي هيبقى ملتزم بvery small diet مفيش فبالتالي هيبقى فيه سوديوم بالانس بوزدف هيبقى منه مشاكل فطلعوا أدوية HCL binder زي ما فيه sweet binders potassium binders اللي هو اللي هو الريزونيا مكلام ده فيه HSL binder في الاسطومك وداود exchange sodium وده اسمه فيفري مير الله عالم جايز يبقى في السوق في وقت ما وثبت انه بيقلل البروجريشن وفيه السادي جبارة الوقت شغالة هتطلع بعد سنوات على الريطارد البروجريشن باستخدام الدواء ده تكرار للكلام اللي قلته نيجي بقى من نقطة تانية من فينا بيدور على الاسليب والهيلث سليب ومشاكل السليب يعني لو بصرفت السليب أبني ده من المشاكل اللي بتعمل هايبرتنشن وبتعمل البروجريشن للسيك دي فلازم برضو نفوق للقصة دي لانه ممكن نتعامل معاها او ندي الأدوية فتتحسن القصة لكن انا مش جاي اكلم على السليب أبني خدوا عن المعلومة دي لو زادت كمية النوم قزت من 8 ساعات او لو نقصت عن 5 ساعات لتنين النوم الكتير والنوم القليل لتنين بيزودوا مشاكل وظيفتك كلا ايه علاقة النوم بالكلا السليب ديستوربانز بوابة لل ثمباثاتيك أوفر اكتيفتي والثمباثاتيك أوفر اكتيفتي بيستورب الكدني قد انه دادان يبقى لازم نتعلم النوم الصحيح النوم الصحيح من ايه يعني تقريبا 6 ساعات نوم او 7 ساعات في اليوم اقل من 5 مش بس الكوانتتي الكواليتي قبل ما اخش انا اعمال اتفرج على التلفزيون اشتغل في الموبايل والموبايل جان بعمل يارنه كل ما يارنه افتحه الفراجمينت السليب اللي هو البركواليتي في السليب ادقريه ريسكي فاكتور فور سيكي دي ان السيكي دي بروغرش يبقى لاهتمام بالنوم هيقلل اعتقد ما اخدش متخيلين القصة كده نجي الفاكتور تاني اليوريك اسد والهايبر يوريك اسد لو انتم شفتوا الصورس ده هتلاقوا لينكت بميكانيزم كتيرة بيتعمل كوراني كيدني رزيس وانا مش جاهش رح اليوريك اسد بعمل ازاي سيكي دي بالرأس والاكسي بسترس والكلام لكن هل معنى كده ان احنا نعمل ندي للناس كلها ألوبرينول او فيبوكستيت او كلام زي كده الاجابة الآن الوقت الوقت عمال يروح وييجي لكن في الهيلث لايف ستايل سواء باتباع النظام الغذائي والناس اللي تستخدم فراكتوز كسويتنا الفراكتوز احد السورس اللي تطلع يوريك اسد فلازم اقلل الفراكتوز ده والحاجة يمكن انا حططها في بعد شوية والحاجة التانية اللي هو البروتينات اللي هي الانيمال سورس والكلام ده ونلجأ للبلاند سورس كلام ده ممكن يقل اليوريك اسد الاجبس مهم يبقى الديت والاجبس الاجبس معلوم الشخلاف في المانيج منتو في هايبر ريسيمي طيب انا مؤمن بالهايبر ريسيمي اعمل ايه وبقى التندنس الوقت يعني في كديجو في 2012 ما قدروش يحسموه وقالو لو الدكتور متحمس يعالج مش متحمس ما يعاليكش وحور الوقت الافدنس شكله ميال سنة نحو التريت اقول لكم تاكة في التريت هنستخدم الدواء الارخص اللي هو الالوبرينول وهنتابع الاسكين راش لاني ده المست دسترس بس ما تبدأ الالوبرينول ابدأه ازاي حتى لو كد نورمال ابدأ سمول يعني ستارت سلو يعني تبدأ بخمسين ميلي جرام وبعد اسبوع او اسبوعين ما حصلش منه ولا كلام من ده زود خمسين لغاية ما توصل للمكسمم اللي مناسب الجيف فقار لاني احنا متعودين على في الكيل على ايه لو في السيكي دي بدي ميلي جرام هل كله لو حتى دور ملكتني فانشان ابدأ بايه براحة البداية البراحة دي تثبت ان هي ده الباست بسكريبشن للآلو برينول دي الاستاذ اللي طلعت الآلو برينول معاه احسن من الفيبوكستيت فعشان كده انا ايه رغم ان في بعض الاستاذ بتقول فيبوكستيت اكسر قوة في البروجريشن في البروجريشن في خلاص انا اسكيبي اهو الفراكتوز هو يا جماعة الفراكتوز ازاي وصل يوريك اسد فعشان كده احنا ضد الفراكتوز نيجي النقطة مهمة جدا وكان استاذ تور سامير بدأ في المنصورة على البيتفولز ان دراج برسكريبشن احنا كأطباء اما بتسسأل وده سؤال هسأله لكم ايه النفروتوكسيك دراج اللي تعرفوها ايه النفروتوكسيك دراج اللي كل الادوية اللي في العالم دون استثناء نفروتوكسيك لكن فيه ادوية مشهورة مشاهير ومشاكل الكلاب فيها واضحة زي ما انت قلت كده بعض الانتبيويتكس والنانسترويدل والمجموعة المشاهير دي اسموها الجناه لكن الاوحش من انه نبقى عارف ان الدواء نفروتوكسيك ان استخدام الخاطئ الادوية وده السلسلة بتور سامير بدأها وكل مرة ان شاء الله هيبيدينا نبزة كده عن دواء برسكريبش فمن الاطفال الاطفال في الـ فيه ادوى تكتب مش مظبوطة زي نانسترويدل والبروتون بام من هيبترز وغيره وهما الـ الاليستة موجودة والانتبيويتكس في الـ عشان من تبقى القصة اطفال معيان سيكي دي المفروض ما ياخدوهش ففيه كلاسس كتيرة جدا الانسترويدل والبروتن بام من هيبترز ويمكن احنا بنحذر كتير اوه من بروتن بام من هيبترز باستخدامها في الاستخدام السليم لان استخدامها الخاطئ مشكلة فلازم نراعي الادوية ونبعد عن الادوية والادوية هتلاقوه هنا سواء الناس عارفين او مش عارفين سيكي دي فيه استخدام كتير للايه للادوية يبقى ده تحت عنوان ايه انا الوقت فيه دوا باستخدمه المفروض ما استخدموهش يبقى ايه الابروبريت بريسكريبشن يبقى لازم نتفادى الان الابروبريت بحاجة اسمها دي بريسكريبشن نبطل نوصف هزيه الادوية يمكن مادام فيه ادوية ضرر ادوية حميدة وانا قلت لكم هزكرها الالدسترون الوقت بقى فيه سلسلة من الادوية معادش بس الالدكتون او الاسبرون الالكتون ده بقى فيه مجموعات من الادوية متقدمة الريسكو فيبر كليمي قليل والريسكو فيجاني كليمي قليل دا 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 مستغلش عن طريق النيوكلس بتاعت الاسبرون الالكتون ها اسكيب برضو نقطة دي نرجع البروتون بوم انهيبتور دا احد الاسطاد اللي قارن الالكتون بلوكر ببروتون بوم انهيبتور واسبات البروتون بوم انهيبتور له مشاكل عديدة من ضمنها الريسكو البروكريش عشان كحا منساعد بالنادي بالدبرسكريبش دبرسكريبش عن معنى ايه يا مكتبش الدول خالص يكتبوا بجرعات قليلة اذا كان لابد منه يكتبوا بإنفريكوانت يعني كل دي هات وسائل للدبرسكريبش نجي المجموعة تانية من الأدوية النونسترويدل المفروض دا بقب علينا بنكرهه لانه بيانترفير مع وبعمل فانشنال وستركش في الكلا فبيعمل مشاكل كثيرة جدا كل جمع من المجموعة المشهورة يعني ان احنا المفروض بنشجع عقسها لكن بعض العين ما يقدروش يستغنوا عنها يبقى المينوم دوز ازاي كان وإحنا نعمل ايه منوتر منوتر والالكتورلايتس وخلي بالكم أحد المشاكل بتاع النونسترويدل اللي بتعاكس أدوية الضغط لأنها بتزود في بلوت بريشر فبقى ساعتها نطبق الكلام ده نمنوتر ونستخدم ونشوف البوتاسيوم ونشوف البلوت بريشر يبقى كان زمان في كتاب طلع نفروساب على الفرماكولوجي طب استخدم ايه قال لك باراستامول ون تابلت بردية خونسون ميلي جرام في اليوم أو حاجة من النونسترويدل ون سوكل طيب المعلومة دي فايدتها المعلومة فايدتها طب أصلا في أزهان الناس اللوست دوز أز وي كان الأنتيبيوتكس الدكتورة أول حاجة قلتها الأنتيبيوتكس الأنتيبيوتكس بتعمل ألرجي أنا فلاكسيس أنتيبيوتك ريزيستنس أورجانيزم شريه وهكذا هل تتخيلوا أنه ممكن تزود يورياني ستونز أهو الداتا هيت داتا جديدة وداتا أدم شوية أن كل الأنتيبيوتكس بتزود الرسك يورياني ستونز الميكانيزم ايه أنه بتعمل ديستربانس في الجات مايكروبيوم احنا عمدنا في الداخل الجات مايكروبيوم بكتيريا قادر على أكل الأجزالات اسمها أجزالوبيوم ديجريدين بكتيريا أورجانيزم أما بتاكل الأجزالات بتقلل الأجزالات أبسوربش أنا أما بموتها بالأنتيبيوتكس إيه اللي بحصل الأجزالات وتمتصف شراها فتبدأ نيدا سلسطون فورميشن يبقى ده أحد عن طريق الجات إحنا هنوعد نفصل فيها جزء من البيبي آي تاني برجع لها لإيه لأن البيبي آي من الأدوية اللي بدستير بالجات مايكروبيوم فتاني وثالث المفروض نشجع أجينيستيليوز والبيبي آي وممكن بتزاود المورتالي ومشاكل كتير جدا وأحب أقرأ معاكم الإيه الكونكولوجن بتاع المقالة دي لإنه إحنا ده أحد المسجز القوية اللي أنا عاوز أصل بها مش بس الألدري لا قبل المقالة الجميلة دي تاكين بروتون بوم إنهبتور is associated with several serious adverse events and was increased risk of all cause mortality ده اللي كان معروف إما لإيه للضاف تاكين ببي آي is associated with an excess mortality from cardiovascular disease and chronic kidney disease يبقى أنا ما بحطها في chronic kidney disease أنا مش مغالي patients who zowed a documented indication for acid suppression drugs have an excess mortality due to cardiovascular disease chronic kidney disease and upper gastro-sine cancer لأن يجي في وقت من الأوقات إحنا ما كنا بنظل في pharmacology في طب إن ده carcinogenic وطلع بعد كده قال لك لأي الكلام ده مش مظبوط تاني هو بيقول إنهم ممكن يزود الـ gastro-sine cancer previous history of cardiovascular disease chronic kidney disease and upper gastro-sine cancer don't modify the relationship between BBI and the risk of death due to cardiovascular disease chronic kidney disease and upper gastro-sine cancer respectively يبقى إحنا المفروض ناخد ثقافة أجنس المجموعة دي من الأدوية وده كلام برضو تاني تاني وتانية ورابعة ومشاكل كتيرة جدا وإزاي نستخدمها يعني وده استراتيجي برضو في BBI إنه لو ما فيش indication يعني راجع الـ indication لإحنا مشكلتنا إيه الدكتور كتب والعيان خد الدواء مشا العيان خد الدواء مشا يفضل ماشي على طول ويكرره ويقول لك أنت عاوز تحرمني بالدواء عشان غالي يبقى إذن ما كانش فيه indication وقف unknown indication أو multi-moderate osteophagitis ده هنا lower the dose وستوب وبعدين منوتر العيان هيجيله السمطوم مثل الـ hyperacidity بعنف ولا لا وبعدين هنا برضو ستوب لو خد الـ line of treatment المدة كم أسبوع خلاص كفاية يبقى إذن إحنا أجنس تماما الـ continuous use أو إن إحنا ننساه يمكن أحد الـ indication القليلة للـ permanent use of proton pump inhibitors تخيلوا إيه من العيان اللي لازم أتديله proton pump inhibitors على طول الخط لا هو لتنين لتنين مصبتين لتنين فأنا برضو بشمور لا العيان اللي عندهم gastronoma زولونجر الليسون عنده gastronoma ده محتاج proton pump inhibitors صلونج آز اللي الجسترون ما موجود وده لأنه زي ما قلت لكم بيدستيرب جزء من الدستيربن في جات مايكروبيوم وحاليا إحنا بنعيش مع المايكرو أرجانزم فإحنا مع 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 كائنات لها ووظائف نقطة تانية بدأ ما احنا اتكلم على جات مايكرو بيوم ده أحد الحاجات الجديدة خالص جات ليفر كيدني أكسس يعني ايه جات ليفر كيدني أكسس احنا عملين رسالة الدكتوراه كلا الوقت شغالة على الفاتي ليفر وعلاقتها بالكيدني فالفاتي ليفر ثبت انه مش بس فات في الليفر ده ممكن يعمل كوروني كيدني بيزيز وان الناس ده هم لابد اتعامل معهم بقوة واشوف بقى لو ابيز لو اشوف الادوال بتتعطى من الجهد لانز بتال الهيباتولوجي عشان اقل المناخ اللي هو ده لان فيه تناغم مع الفاتي ليفر وحجوز كوروني كيدني بيزيز فيبقى اذا انا مطارجة الناس اللي هو فاتي ليفر انا بقلل الكوروني كيدني بيزيز والكوروني كيدني برغريش الاعشاب ده كل ده في خانة الادوية لسه من ساعتها الاعشاب انا بقولها بقولها كلمة واحدة لا للأعشاب ليه لا للأعشاب لان العشاب يجولي كلمة ادلتريت مش معناها بعد ادلتريت يعني مخشوشة بتتغش بايه بتغش بلاكستف ونانسترويد ودايروتكس بيحطوا عليها الكلام ده عشان اما اخد انا انالجيزيكس او نانسترويد لحس ان انا ارتحت بعض العشاب بقيت جميل ومعاتش فيه كونستيباشن معاتش فيه سترينين بس كل الكلام هتلاقوا بعض منشورة على عشاب مفيدة جدا بس ما تجي ترى في المثودولوجي يقولك العشاب ده جاي من المزرعة الفلانية انا هاوصل للمزرعة ده ازاي واجده الكلام ده فكلام فعشان كده جملة واحدة انا بقول لا للعشاب وجزء كمان من العشاب اللي بتجي لها تقول يعني فيه اللو المشاكل بتاعته جات من الحاجات العشاب الصينية يبقى مخلوط بها مشاكل ممكن تعمل لها يوروثيلي الماليجنسي وكروني كدني يزيز وغيره فجس سين نو لسموكينج احنا المفروض نقول للمرضى في عيارة الكلة التدخين سام للكل باللغة العربية ما بقوله لسموكينج كدني بويزون يعني ورعت ان بيحرق الكلة تمام وانا اخترت بكم مقالة واحدة بس عشان تشعروا منها خطورة الوضع وهي ايه راج في ديارة ترسمية يعني الباسف سموكر درسوا فهمه كده ديزيز لقوا مشاكل الكلة اسوأ في الباسف سموكر علمت يبقى اذا ما تلاقي واحد يدخل جمه تضربه ابعد عنه تمام نيجي بقى الربط خلص بس وانا شايفين كده محاضرة تنفع للبابلك الاكسرسيز الاكسرسيز مفيد مفيش كلام فلازم نشجع الناس تتحركوا من اماكن الاعدة المستديمة وخاصة قدام التلفزيون والموبايل واكل الواحد عمالي بالبع الكلام ده ضر جدا وضر بالكل وثبت الاكسرسيز بقل الريتو بوركش وبيحافظ على الكلة طبعا بوفصل الاكسرسيز اكورد بتاع الشخص مجيش الواحد اقوله ازاي انت بتحركش هو 160 كيلو وعند كوموربيليتي او لازم تجري هيجري جريتين ومقائع خلصان ويبقى ده راديك المنجم فيبقى ازاي لازم نشجع على الموبيليتي بتقل الوران ستونز بتقل الستيكي دي بتقل كل حاج فاحنا المفروض نبقى جنس الوفر ويت والاوبيزتي وعشان كده في الول اللي كدني داي يعني ده الصورة دي احنا عملينها من سهاج لما كنا بنعمل توعية في خيمة هناك مع المحافظ وكلام بنقيس محيط الوسط كل مكان بقى فيه مصيب طب الفزر اوبيزتي الارقام على الارقام الكبيرة لو الست زادت عن 88 سنتي محيط الوسط بتاعها 88 سنتي والراجل ازاد عن 102 سنتي معناها انه خطر عظيم فانتوا تقسوا محيط الوسط كده يعني جيب 44 ده في الضياعة هل معنى كده اننا اوصل للارقام دي لا المفروض انزل عن ده عنا بكتير وهنا لا اوبيزتي متأثر في الكلا بتعمل hyperfiltration وده احد الميكانزم اللي احنا نفهم فترة الاخيرة قعدنا نتكلم فيه ان الفات في sinus يزود الصونal absorption من ascending limb في هنلي فقال السودوم الوصل لل discomputed tubular فقال لل disturbance لل tubular feedback في affront بالاتيشن وهيبر filtration يبقى لازم احسن القصة دي الاوبستي تزود اليوراني اوكزلات فده يعمل لي مشاكل طيب الريدال نوتريشن ايه العادات الغذائية السليمة التي ينصح بها لمريض القصور الكلوي المزمن لتقليل البروجرشن اوفسيكي دي الريدميت اللحم الحمراء هتلاقوا كل الدكاترة بتحذر منها هل فعلا هي مفيدة في الامان واسس الكلام دي تنضار بالسوديوم وبالفوسفيت والأخس في السريس هتلاقوا الميزان طابب ناحية الهارم فعشان كده احنا بنليمت الريدميت والهايبروتين جنرال الهايبروتين جنرال بيزود الهايبر فلتريشن والهايبر فلتريشن هيعمل زي ما بعمل زي ما جبت فرس مرهق وعمل اديله 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 فالكلام ده صعب الكيتو أسيد مع اللوبروتين بايت يعني احنا المشكلتنا ان احنا بنكتب الكيتو أسيد رونج برسكريبش واحد في اتنين واحد في اتنين كلام ده كله كلام ملوش اي ستين لازمة وده من احد ابروبيت برسكريبش وده بأنسيبها للإيه بطريقة صحيحة لكن انا لغاية الوقت مش مؤمن بالكلام نجل الكربوهيدرات انا هاكل رز وبطاطس ومكارونا وعيش خبز يبقى كل اكل كل السعرات الحر بتاعتها اخذها من الكربوهيدرات الكربوهيدرات بتزميها كربوهيدرات 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 معناها ان نسبة الكالوريز متاخدها بعمق من الكربوهيدرات اذا اخذت الكالوريز اكتر من 70 في الوام من الكالوريز من الكربوهيدرات يبقى هذا كربوهيدرات كربوهيدرات مضر وبزاود السيكيدي يبقى مرضي لكل هنصحه ما يصرفش في اكل الرز والعيش والحاجات اللي هي الناشويات وخاصة البور كربوهيدرات الاكل المطحون ازد من لزوم يعني المبنيه حبوب بناخد الحبة كاملة احسن مطحونة والحاجات اللي بتعمل في الرز وكلام لكن الموضة اللي مشي الكيتو ضايت انا مش مقتنع بها قوي لان عين السيكي دي لو انا ديته الموضة ضايت هيضطر الليبتز عشان طلع كالوريز فممكن يبقى كيتوجينيس وحاجات زي كده فانا اللي عاوز كالوري وعاوز كالوري يعني 60% من الكالوريز من الكارب كويس 60-65% كويس لكن الفيري لو في ناس بتقول ممكن يستخدم بس بشارة ان انا امونطر رعيان كويس لكن انا ما زلت متحفظ عليه الفيرا هاي كارب زي ما ودي ممكن معلومة فرش بالنسبة انه بيزاود السيكي دي برو رشن المفيد جدا جدا والمفروض الناس اللي ماشي في الشوارع وكل الناس الهيلثي بيرسون كل الناس الاصحاء يلتزون به هو الفروتس والفيجيتابولز الاكل النباتي لان الاكل النباتي بيحسن الجات ميكروبيوم وفيه فايبرز فبقال للسيكي دي هو مشكلته الوحيدة يعني هنا شوف بيحسن البلود بريشر وبيحسن الميتابوليك ديزيزيز ودليل برغرشن والسيكي دي وقال المرتالي مشكلته انه ساعات بنخاف من الهايبركاليميا البوتاسيوم فانا ابدأه بدري واخاف من البوتاسيوم لو العيان بياخد ادواء ترفع البوتاسيوم اشيك على البوتاسيوم لو هو ادفانستيج سيكي دي بيب امونطر البوتاسيوم او اموت حافظين لكن لما شجعوا ايرلي والكدني لسه كوي وظيفها بريزيرفت هيحافظ على الكدني على المونجران الفيجيتاريان ديوت ان الاكل النباتي قليل في الفات قليل في الكربوهيدريت غانب الفايبرز قليل في البروتين في الفوسفرس في الاسد لود في السولت كل دي فوائد عظيمة جدا ليه مش بس للكدني ده الكدني والبانكرياس والبيوت ميكروبيوم يبقى للصحة الامنة نشجع نقلل شوية الانيمال سورس ونشجع البلانت النباتات وده استضيات على النبات والكوروني كدني الزيز مفيد الداش دايت هو نفس الكلام يعني قريب يبقى انا لو هشجع مرض الكلة هقول له خد داش دايت دايت تصبح وفيه فروتس وفيجيتابولز وقليلة من الملح وكلام ده او ميديترينيان دايت يعني لو كتبته الاكل ميديترينيان على البوجل هتلاقوا الكونتنس هو ده منصح بالعيانين هلقين الداش دايت هتحسن كل الحاجات ديات فهتقلل البروجيشن في سيكي دي علشان فيه ستات موجودين في القاعة كتير هفصص شوية معاكم الداش دايت دايت يعني ايه الداش دايت دا كم نقطة اده واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى تسعة ايتم يبقى عن تسعة ايتم امش ايتم ايتم الساتوريت تفات السمن بتاع النول المشبعة بتشكل تقليل من 11% يبقى بحق هاف تارجت وهلوك في الاخر يعني ايه تارجت وهاف تارجت خلاص التوتال فات ومثل قديم السعورات تقليل من 27% اقلي 22% يعني نيجي بقى الفايبرز جرام لكل الف كالور اكتر من 14 امش يبقى تارجت اكتر من تسعة ونص يبقى في ناس منتم تقول الياف خالص البوتاسيوم اكتر من الرقم ده يبقى تارجت اكتر من ده بقى في تارجت البوتاسيوم هو الفيسيولوجيك للسوديوم السوديوم ضرب الكل البوتاسيوم مفيد للكل السوديوم هو يجب يقل عن الرقم ده وانا مش هاعد اشرح بقى طب انا الوقت ما بقول السوديوم قال لي من ده يسمع نحن من خائر زر صوديوم وقال ملافع كولوريد الملح هو الصوديوم وقال ملافع وقال الخ 0.51'm يرتبط 95% بالصوديوم والمجموعة الملاكول يلك والملافع ¼ الغلبة المين لكلورايد فيه. فما بقول الشخص يأخذ اثنين جرام سوديوم معناها خمسة جرام سوديوم كلورايد. لأن كلورايد ذات أقل من السوديوم. وهو درقون من الأشخاص السلام أقل من ستة جرام أو خمسة جرام سوديوم كلورايد. يعني معلقة شاي صغيرة من الملح. والملح موجود في الآخل حتى طبيعي. يبقى كمية الملح. لكن الأشخاص الذين عندنا زلال أو سيكي دي بنزل. هدوله سوديوم مايكار بأنزل قوي. يبقى بغاية سبعة من عشرة جرام. يعني شعرة. فنبقى عارفين هذا الكلام. نرجع للداش. انت عديت عديت آيتم آيتم. قديتي محقق هنا وان تارجت هنا نص واحد نص واحد نص واحد نص وجمعتي. الشخص اللي تحبيه وتبقى عارف انه ماشي مزبوط ايه. اللي محقق فوق الخمسة. فوق الخمسة من تسعة يبقى ده شخص ممتاز جدا 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 جدا. هيقال الفرصة السيكي دي برباشة. اهو مش هكرر بقى الكلام فتداش ضاية بوابة للبلانت ضاية مفيد جدا. نفس الكلام في اليابانيين بطول العمر. طيب هل اقدر اتأكد ان الشخص منضبط في الوصفة الغذائية انه بياخد نباتات بيأكل نباتات وبعد عن اللحوم والكلام ده. اقدر اتأكد قربت خلاصة بش. البوتاسيام ممكن اقسه في البول. يبقى اقدر اعرف ان الشخص ملتزم بالاكل النباتي بقياس اليوراني البوتاسيام. اذا كان اليوراني البوتاسيام يبقى الشخص شريح في السولت وقليل من الفرس والفجيتابات. يبقى يعمل جامد في السودية. ويأخذ بيأخذ 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 بيأخذ. الشخص ده السودية يبقى ملتزم في السولت. البوتاسيام يبقى هنا جامد في البوتاسيام. يبقى نقدر اعرف الشخص ده ماشي معي كويس ولا في مشكلة. ماشي. ثاني وثالث ورابع. انا هعمل ميوت للدكتور. الصوديوم. اتشوفوا هنا. يعني لازم نسقف الناس اجنس الملح ويمكن التور سامير كان له مقول انا ها خليه على مقولة الملح ديت بعد نهاية المحاضرة لازم هو يجي على ان شاء الله على المحاضرة كلها في خمس ذائقنا في الآخر. يعني احد الجمل اللي ألهلنا التور سامير لما رجع لانه كان مسك في سلمان الفقه بوزشان قوي جدا لمدة اكتر من عقد من الزمان يعني. فحكاية السولت فري هسبيتال. كما فيه سموكينج فري يبقى سولت فري او سولت يعني. فالمفروض نمنع نشجع ثقافة احد فوائد الفروتس والفجيتابلز اللي قدامنا دي. احنا بنخاف من الاسدوزز. فاذا كنا بنأكل اكل ملان اسد. او بيدي بمودل الكلة اسد لود. ما ده هيعمل مشكلة. هنا هوت الاسد لود بالبوزطف. فيبقى الهارد والبروسيس ديشيز الجبن الجامدة. صفار البيض. اللحوم. كل ده غاني بالاسد. هتيجي ناول الفروتس والفجيتابل. غاني بالبيض بالالكليل. فاذا كنت عاوز على الاسدوز ممكن عالجها بالضاية تريتمنت. هيجي موضوع المشاريب. الحاجات اللي هي المشروبات الضاية لا سامحك. قدامك اهوة الضاية موضوع المشروبات. طب الضاية الضاية موضوع المشروبات. طب الضاية موضوع المشروبات. لا فيها حاجات تانية. فيها فوسفيت واسد لود. و عشان كده انا عملت فيديو بالعربي أجنس المشاريب والأحاجات دي. القهوة القهوة لقليط السكر او من غير سكر مفيدة. لمرض الكلة. الاستثناء الوحيدة هو البوليسيستيك كدني ديزيز. لان عيان البوليسيستيك القهوة هتزود له حجم السيس. يبقى لو الشخص مش بوليسيستيك وبشرب قهوة موضوعه. وفي نجال واحد في اليوم هو مدم مرتاح لها خلاص. لانها مفيدة جدا بتقلل المرتاليتي وبتقلل السيكي دي غيثت مرتاليتي. الستونز. القلياف. والبعد عن الملح مفيد لمرضى الستونز. الكتاب ده كتاب جديد الكتاب دا كدني اللي هو البرينر عامل شابطة على الديترى أبروتش. حاطت تحت الديت وعلى كتاب الكلة ان الديت ممكن تزاود السيكي دي بروغريشن عن طريق الهايبر فلتريشن طبعا لو ها هو أكل غنب البروتين. الاكسف استرس. الانفلاميشن. احنا بنعتبر الانفلاماتريو نيتريشن. الأكل غنب اللحوم والحاجات الانمال بروتين. احنا طبعا كنا في المستشفى من مستشفات مع الدكتور احمد. بنعمل استثقيف و هتلاقوا كلام ده مكتوب. كل كل ما قلته ده. آخر سلايت تقريبا يعني قبل ما اختم. احنا المفروض نشجع المرضى بتوعنا على الهيلثي ريليتد كونات وفلايف. كل ما اديت فرصة للمرضى بتوعنا الكوراني الكيدني اليزيز ان يتحركوا واعملوا فيزيكال اكتيفتي كل ما كان الدنيا افضل. ومش بس الكيدني لأ السيرفايفل. يعني هنا الفيزيكال موبيلتي هنا كل ما زادت كل ما السيرفايفل بتاع العين بقى احسن. السورس موجودة وده السايت ده اللي الواحد بقصوب بيه وعدد المحاضرات وصل لرقم كبير جدا والفيديوهات فبقاتش في حجة. وبحب اختم بالسلايت دي ختمت بها في سوهاج. وده الشعارة اللي بنرفعه من اه مددقة من اه نوفمبر لغاية السنة الجاية. ايه ده? ايه ده? اهو? ايه ده تخيلوني بقى ايه ده ده سكوير يعني موجود على جوجل موجود على لو انتم كتبتوا في فنلندا مش عارف سكوير اه كتبتوا على البتاع اقرأ حتى لو هتغرأ يطلع لكم الرسمة دي. الله عالم اذا كان صح ولا غلط بس مفهومة بالنسبة صح. ان احنا كأطباء مكلفين وفرض مش كفاية فرض عين على كل الأطباء ان هم يقرأوا منذ دخلوا قلوز الطب الى ان يلقوا الله حتى لو روحهم بتطلع الواحد جوة روحوا بتطلع والملاكة شغالين على رجليه يفضل يقرأ لانه ربما يفيد بالقراء. انا بشكركم على حسن الله مش عن السباح. انا دكتور اشرف هو ده لما وريته اللوجو ده اقرأ حتى لو بتغرأ. قال لي اقرأ الفتحة بقى. يبقى اعتقد اعتقد ان النهاردة لقاء مهم. وان اذا كنا اطباء مهرة المفروض نشتغل على بريفينتف استراتيجي. ان كنا نقدر نمنع حدوث الكرونيك كدن دي زيزي بقى احنا فالحين تماما. اذا ما كناش نقدر نمنعه وحجس. نقلل سرعة تظاهر ووظائف الكرونيك. احنا فالحين كويس. وصول العيان للاندستج والدهاليس ده بد نيوز. المفروض يبقى متضايقين جدا. اذا وصل للاندستج كدن ديزيز ندول البروبر هلتكير واعتقد انه ده وظيفتنا. وربنا اقدرنا. واشكركم على حسن الاستماع. شكري. انا بدعو التور سامير تجي مكان بقى تتعلق على الكلام ده. ترجمة نانسي قنقر كم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معظم هل ترجمة نانسي قنقر ساعدت من هناك؟ ساعدت من هناك؟ اولا انا عايز اشكر الدكتور حسين الشعيشة على المحاضرة الجميلة والحقم يعني تناول كل بشكل يخلي التعليق على المحاضرة امر في غاية صعوبة لكن هو معودنا على دايما كده دايما كل جديد بيأتي به الدكتور حسين فانا بس ليه في بعض الكمنس ان فيه هو عمل سلايد جميلة جدا على الحقيقة دا دايما احنا بنقوله ان النيفرولوجست ينبغي يكون الماسترو بتاع البيشن الماسترو بتاع البيشن يعني ايه؟ يعني لازم تعمل درج افالواشن بكل حاجة بياخدها العيان يعني شوفنا الدكتور حسين بيتعرض للديابيتس تعرض للهايبرتنشن تعرض للديسليبيديمية تعرض للهايبروريسيمية بيتعلق بالميديكيشن بتاعة العيان فاحنا دايما نقول النيفرولوجست هو الماسترو بتاع العيان علشان كده لازم يكون يعمل بما يفيد حاجة اسمها ميديكيشن كاونسلين هو لازم يراجع كل الميديكيشن بتاعة العيان يشوف لعنده بياخد الديابيتس بياخد الهايبرتنشن بياخد الديسليبيديمية بياخد الهايبروريسيمية الميديكيشن ده مفيد في الكورونيكيني ديزيز ولا لا ولا مودفايد ولا لا ولا الليونيفروتوكسيس ولا لا فهذا is very very important الجزء ده في الكورونيك في المانجممت الكورونيكيني ديزيز النقطة التانية اللي أنا عايز أقولها بالنسبة للألوبرينول الدكتور حسين تناول الألوبرينول بشكل جميل جدا اللي هو جرادوال انكريزنج في الدوز بتاعة الألوبرينول وإحنا الحقيق بنفاجأ إن الكارديولوجيست والأرثوبيديكس بالذات إما بيبدأوا الألوبرينول بيبدأوا الألوبرينول بالتسريح 100 ميلي جرام بردائي لو الألوبرينول حطيت in your mind إن الميديكيشن ده فعلا ممكن يعمل severe drug eruption up to إنه يكون fatal للبايشن ففعلا الألوبرينول محتاج إنه هو يكون في gradual increasing the dose وده يمكن هنبقى نتعناوله في الانساف اكت أو الانساف راكس في الميتينج اللي جاء إن شاء الله النقطة التالتة برضو اللي هي اللي بصرقت بسليب أبنية إحنا دائما يمكن الدكتور حسين هو بيكلم الأول على الميديكيشنز عشان برضو ما نساش اللي هو السري ميديكيشن الوان ميديكيشن وإن الكديجو بتفضل اللي هي الكمبايند ميديكيشن الحقيقة أنا بالنسبة لي لأن الكوروني كيدني ديزيز والدابيتيك بيشنز والأبيس بيشنز والمصرقت بسليب أبنية عندهم ما يسمى بالنون ديبر هايبرتنش إحنا عندنا دائما يكون فيه ديبنج البلد برشهر أتنايت إن بيقل البلد برشهر تقريباً بـ 20% أو 10% أو 15% أتنايت الناس اللي هم ديبر، نان ديبر أو ريفيرس ديبر اللي هم الدابيس وكلون كيدني ديزيز والأبيس والأبيس والرصقت بسليب أبنية بيأميلوا إن البلد برشهر بالليل يعلى أنا بالنسبة لي بيحب إن أنا دائماً أفكك الميديكيشنز بحيث جزء من الميديكيشن يتاخد أتنايت علشان يواجه قصة النان ديبر بتاعة الهايبرتنش اللي هي ريجاردينج مثلاً السريبرا الهيموريج والكاردكستروكس وكلام ده كلها بتحصل في العيانين بتوعنا دول اللي هم مضونهم الكوروني كيدني ديزيز بيشن برضو جزئية تانية ريجاردينج الأبيس ديبر حسين تناول أبيس بشكل جميل جداً وإنه فعلاً بقى فيه هايبرفلتريشن في كيدني علشان كده احنا بنقول في الدونرز في البوتينشال كيدني دونرز لو البيئما اي أعلى من الربعين ده أبسوليوت كونتر انديكيشن ليه؟ لأنه لو شلنا وان كيدني من الدونر ده الأزر كيدني هي أصلاً هايبرفلتريتد من اللي بيس دي لا يمكن تتحمل هايبرفلتريشن آخر من ريموفال اف وان كيدني فهتس بري امبورتن البيئما اي مور زان فورتي أبسوليوت كونتر انديكيشن للدونيشن لو سيرتيفايف يوماست كونسولت الترانسلون سيرجن فرس فده بعض النقاط وانا حقا يعني انا شايف الدكور حسين يعني بتغطى الجزء بتاع الكورون كيدني ديزيز كتاب مفتوح ما شاء الله انا كنت مستمتع وانا قعد بسمعه اضافات جديدة حاجات ممتازة بنراجع بعض الحاجات بنسبت بعض المعلومات فانا شايف الحمد لله محاضرة جميلة وشكرا جدا 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 لده طور حسين شاشة طبعا انا طبعا باشكر طور سامير وباشكره تاني وتاني ترابع على الكلام الطيب اللي قاله والحاجة التانية انه هيناظر حالات الوقت هنا في متغم فطبعا موجود كبير جدا طور سامير بعمله رغم الاعباء الصحية انه اسبوع ده كان عنده برد بأكد على المعلومة اللي قالها من شوية اللي هو توزيع ادوة الضغط على 24 ساعة بحيث في حد كتب تعليق اديتوريال كده لطيف الجملة لطيفة يعني يقول لك وانبيل اتنايت ميكس افريثين رايت يبقى انا ما بوزع وده تحت عنوان كورونوثيرابي كورونوثيرابي يعني تزبيط الضغط على مدار لـ 24 ساعة انا ما مزبطش الضغط بالنهار بس وعشان كده انا ما بحترمش قوة مقالات الهايبرتنشن اللي اذا كانت مبنية على امبلات البروت بريشا من طور او فريكوانت بات بريشار منوتورينج او هوم بريشار بحيث اشوف اللي انه ساعات عندنا فيه كاتيجوري من العينين ما بنمقطوش اللي هو ايه انا ممكن العيني يبقى في الضغطه عالي في المستشفى ويبقى روحل بالضغطه كويس ده اسمه ايه؟ واحد تاني العكس هو هايبرتنسف بس في المستشفى ضغطه كويس يسموه مسجد هايبرتنشن يبقى ضغطه بالليل عالي لكن في الأوفيس كويس المسجد هايبرتنشن دالين كده بيزيزه وبهيبرترفي فعلشان كده المفروض الضغط يبقى في الاربعة وعشرين ساعة كويس ويا سلام لو خلينا في السيولوجيكال الوقت بتاع بالليل فيه الديبنج موجود الديبنج يعني دب يعني حفرة يعني الضغط لو كده نورمل ينزل شوية كمان بالليل فكده بقى اوبتمال فانا بتاقل احنا قولنا عليكم انا سعيد جدا بهذا اللقاء واعتبر نشاط حميد جدا لنا كلنا وربطة الكلف الاهلية وطبعا نبود استنظة دكتور سامير من مركز الكلف المنصورة وتحت مظلة المديرية والدكتور احمد طبعا هو المسؤول الكلف المديرية دكتور احمد البيالي طبعا راجل نشاط جدا واعتقد ان هو فعلا مفروض يقدم على مستوى الدولة كلها كنموذج لمسؤول الكلف النشاط اللي حقق طفرة في خدمة مرضى الاهلية بشكركم والوقتي ان شاء الله هنموف عشان استذنة دكتور سامير يشوف المرضى شكرا جزيلا شكرا جزيلا